طيب ايه اللي بيحصل العقرب عايز الفترة دي عايز قوة محتاج قوة انتصار حاسز ان هو في متفهمش في امتحان في حاجة عايز قوة علشان يكسب معركة الماء بس المعركة دي مش مع الشريك نو نفسه في ايه نفسه في عودة صديق او حد قديم يعرفه لان هو متوقع مساعدة منه ان هو ده اللي ممكن يساعده في الموقف اللي هو فيه ده هو بس وهو محتاج مساعدة الشخص ده شايف شريكو ازاي الصحة الفرح الاحتفال النجاح الحب الشمس يعني كل حاجة اعلى طاقة اكبر طاقة يعني حب حب جميل الصراحة الطاقة ما بدكم فيها ايه 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 رزق من عند ربنا حاجة يعني طاقة برضو حلوه جدا طاقة خير طاقة حب اا يعني طاقة صراحة حلوه ايه الشريك عايز ايه الشريك برضو شكله منهك تعبان من حاجات معينة برضو خارج العلاقة مواضح انها خارج العلاقة اا ومحتاج محتاج تحفيز محتاج يتحفز لان الكرت ده بيقول ان هو ممكن يقدر يعمل اكتر بس محتاج تحفيز نفس الحالة المادية بتاعته تتحسن ده هو ده اللي شغل تفكيره دلوقتي شايفك ازاي شايفك عندك اا ومسقل بالمشاكل ومسقل بالاااا بالعقبات ااا كويسانه هو شايف ده يا ربي يكون مقداره يعني اتمنى يكون مقداره يكون مقداره في حال الدفاع عن النفس الفترة دي سوضح انه في حد تحرر في حرب او انتو الاثنين في حرب يعقرب في حال الدفاع عن النفس او حالة ااااااا منافسه جديدا لكن مشاعر حلوه برضو مولود جديد. ده برضو بيجي. الناس المتجوزين ممكن يكون مورود جديد. وممكن تكون مشاعر هتقوى اكتر. وحالة مادية ان شاء الله هتتحسن عليكم انتو الاتنين. طيب واضح ان كل العصيان اللي انا شايفها دي كلها من بره. كلها من بره. كل انتو محتاجين انتو تسندوا بعض. بيمكن يكون الشخص اللي محتاج يتساند دي عقرب اللي محتاجه يسندك هو شريكك. اعتقد ان هو فهم. هو شايف متعبك. شايفها. هو شايفك كده. مش قادر تشيل مشاكلك من على الارض. فان شاء الله هيساعدك وحيمد ايد المساعدة لك. الطاقة ازاي ما قلت لكم الطاقة طحفة. اه طاقة ابداع بتبداعه. ازاي تسعدوا بعض وازاي تكونوا مع بعض بشكل احسن. القراءة برضو حلوة قوي. في الحالة العطفية للمجموعه التانيه. اوكي. عادي جدا يا سهام ممكن جدا. باذن الله يعوله فعلا كويس يا مانال. حاضر يا سيف. ادحكه دي مفهومه طبعا. مفهومه كده يلا ايه اذا ممكن ابو يقوت ايه سؤالك انت مديني تاريخ اعمل ايه الدلوت قال يا باسو موجود في الصفحة حاببتي حاببتي يا مارو مرسي انت العسلية والله العرب هيكسب قضية ولا لا ايوه اللي بتسأل السؤال ده انا شفت انتصار شفت تهنئة وشفت حلاتك حلوة جدا ان شاء الله هيكسب نسمع كلام حلو بق ان شاء الله يا دينا انت الثالثة المجموعة الثالثة حيلا حاببتي مجدا خلينا نسأل this kind of questions for one card draw at the end of the reading العفو يا ريهام على ايه حاببتي ناخد بقى مجموعة الثالثة والاخيرة برج العقرب بتبتدي من عشرة لحد واحد وعشرين لحد عشرين يناير من عشرة لعشرين يناير باذن الله يا شمس ان شاء الله ربنا يبشرك بالخير كله يا رب انا برج الجدي بس بحب اتفرج عليكي ميرسيا حبوب اه طبعا خلاص الاسم عندي مش بقين انت ولد ولا بنت حبوب لولي افتكنتي بالنوتا انا عرفتك خلاص من اللايب اللي فاتي اوكي ميرسيا مجودة المجموعة الثالثة والاخيرة برج العقرب الحالة العطفية قصدي الحالة العامة الحالة العامة غيرا اهم ايه كل الا اوكي امهم ايه كل الكوينز دي طيب بص يا عقرب ومش عايزاكو تخافو لانا يعني هقولوكوا هكا وهفرهكو بعدها على طول في خسارة هنا يحبزها تكون خسارة مادية علشان في حاجة حلوة جاية بعدها الهم طبعا والزعل بتاع الخسارة يعني ما تاخدش وقتك في موضوع الزعل ده علشان ان شاء الله في تطور مادية حلو جدا جاي لك 9 Authenticals حالة أمان و security من الناحية المادية و حالة تطور كويس جدا وخده دي كمان بقى King Authenticals الاثنين تطور مادية اكتر وبيوصفك انت الشخص كريم وانت فعلا كريم جدا يا عرب وحتساعد ناس حواليك والدنيا عندك كويسة قوي قوي كبرياء وعزة نفس وحساس انا بقى زود ده كرت حساس حساس جدا وعندك ثقة طبعا في نفسك يعني يارب تكون في محلها بس بس انت عندكو ثقة نفسكو جامدة جدا فعلا وتطلع للامام وحاجة حلوة قوي قوي هتحتار قبل لما الحالة المادية تتحسن ما تحيرش نفسك كتير ان شاء الله الدنيا هتزبط والحالة المادية هتتحسن الخسارة دي هتبقى عوضها ازاي هتبقى بس كده عوضها ازاي ان شاء الله هتكون حاجة بسيطة وهتتعوض بسرعة يعني فوق ممكن تتخيل ان شاء الله في هنا ارتباط لو انتو اتنين لسه في مرحلة تعارف ان شاء الله هيحسر خطوبة او اتفاق على حاجة نحو المستقبل اللي متجاوزين ومرتبطين قراءة دي برضو بيتفقوا على حاجة نحو المستقبل بيرتبوا المستقبلهم نسافر ما نسافرش وشكل فيه صفر صفر تغيير مكان تغيير بيت بتعملوا حاجة تشغالين على حاجة الحالة العطفية او انا شايف عندي كبيات بالحالة العطفية عندك انت حاسس برضا يا عقرب مبسوط مش متضايق الحمد لله وبتقول الحمد لله حاجة حلوة جدا جدا الكرت ده بيطلع لك دايما يا عقرب وبيبدل يتكرر الكرت ده بيدل على انك انت بتتحمس قوي في البدايات في بداية اي شيء جديد متحمس جدا وبعد كده بتفقت حماسك تذهب لا معلش حاول تكمل الحاجة اللي انت بتبتديها وخلي بالك برضو من الناس اللي جنبك اللي بينصحوك ناس قريبين منك جدا وبينصحوك نصايح مش مفيدة ده كمان بيقولك انت مركز في حاجة ومتجاهل حاجة تانية اهم بغض النظر طبعا عن الحيرة هو كمان بيشير بالحيرة بس كمان انا كمان بيوحيلي انه هو بيوحي بال مش مركز في الحاجة المهمة وبصص على حاجة صغيرة جدا عن مال بازل فيها مجهود جامد جدا فحاول تركز وتوفر طاقتك لحاجات المهمة اتفقنا حلقة صرقراءة في هنا ارتباط الناس قالوا لسه ما ارتبطوش في ان شاء الله ارتباط نحو المستقبل المرتبطين برضو بيتفقوا على حاجة مع بعض عاديين ازا كابل تده بيتكلموا وبيحددوا مصير في خسارة جاية بس ما تخافش منها واتمنى تكون حصلت وقعت ارادي اه لان في تحسن مادي جامد قوي بعدها ان شاء الله اه وهتتحسن اكتر كمان يعني التحسن هيكون على مرحلتين مش مرحلة واحدة اه في سفر ان شاء الله او تغيير بيت تغيير مكان الحمدلله الحالة عاطفية عندك كويسة مستقرة ما فيهاش مشاكل اه نكمل ما نزهقش على طول اولا ما نبتدي الحاجة ونتحمس كده لا نكمل اه ونخلي بالنا من الصورة الاكبر خلي بالك من الصورة الاكبر الحيرة اللي عندك دي بالنسبة للحالة المادية ما تحيارشوا نفسك قوي ان شاء الله هي هتتزبط لوحدها هتتزبط لوحدها خالص دي المرحلة التالتة القراءة العامة بتاعتها تعالوا نشوف الحالة العاطفية 19 نوبمبر حبيبي ده التالتة اللي احنا فيها دلوقتي انا تالتة ونطبقه الاولى ما فيش مشكلة يا نوه تمشي مع الاول امشي مع القراءة تنطبق عليك لان مسافة شهر دي مش بعيدة على فكرة يعني من اسبوع لاسبوع لاسبوع مش مش قصة فممكن لو القراءة المجموعة الاولى انطبق عليك اكتر امشي معي اه واربق لوف عمر هنبدي حالة من قراءة الحالة العاطفية للمجموعة التالتة القوسيت قاليا مننا موجود في الصفحة حاببتي yes مشا فيه مسجل يعني ايه شو يعني ارايتي انت استعرف برجك والعزر ايه بزبط 27 عشرة انت مدموع اولى حبيبتي القوسك ايه موجود الله ينور بشكرك يا حسن الشيخ بشكرك طيب اوكي فاتيمة بتعياتي لي عايزة ايه حب اوكي can you please check what pierces camelia you mean prices you mean prices لو قصدك على برج الحوت prices it's in the page you will find it recorded in the videos انا مش فهم الحاجة ليه يا ميرا قوليلي حبيبتي افهمك ايه اللي انت مش فهمو انا افهمولك حالا مش فهم المدموعات ولا مش فهم الموضوع ككل اوكي طيب لغاية معاكي ولا ايه ولا احترد على كل اسئلتك ما تقلقيش ايه دليل الورق ده انا مش فهم ازيه بتعرفي وايه الفكرة طيب بص يا فؤاد هو ده موضوع يعني طويل قوي ومتشاعب جدا الكروت دي من قديم الازل يعني موجودة من زمان جدا استعملها اليهود في الاول زمان خالص بعد كده اخذوها الخميسة المسيحيين استعملوها اه وليها مدارس بتتدرس يعني الكروت دي متقسمة اه اراياتها لتلت اجزاء انا هحاول اقوله باختصار اه جزء فيه علم نفس وفيه جزء ليه علاقة بالفلك وفيه جزء ليه علاقة بالطاقة بس الجزء الاكتر هو اللي هي علاقة بالطاقة اه الموضوع طبعا بيجي بالتدريب وبالتمرين متذاكر الكروت دي كويس جدا طبعا فيه نسبة حظ غير طبعية وقابل صاحب الخطأ مفيش ما فيش كلام في موضوع ده اه لكن اه على حسب بقى الموهبة اللي تبقى عنده كل قارق فيه ناس القراءات بتاعته بتزبط في حد لأ لحد الوقت معي انا بتزبط فمعناه ان انا القراءة عندي واضحة الطاقة بشوفها واضحة اه كل الكارت بيقالي معنا احنا لازم بنحفظ الاول حاجة في الاول اللي كانوا ابتدئين بنحفظ معاني الكروت بعد كده احنا بنبتدي نشوف كل كارت رسالته ايه بنبتدي نقوله بس ايه دي كل الموضوع واسمها طبعا كروت الترو ومعروفة من زمان دي كتير وايه حنام ليجا ده يا رانا حد ينام دلوقتي يا بنت يسا بدري دلو اهلا بيك يا صاحبة السعادة نورتي اللايب برج دلو اتقال خلاص موجود في الصفحة احنا خلاص اخر الشهر فقلت كل الابراج دلو موجود فاضلي بس العزراء هيتقال بعد بكرة هتلاقيه مسجلة خلاص معي واتمنى يعجبك طيب الحالة العاطفية للمجموعة الثالثة والاخيرة برج العقرب طب ملك يا عقرب في ايه لأ حقيقي ملك في ايه العقرب عايز ايه عايز تطور مادي دلوقتي دلوقتي حاسس ان هو جوه عصفة عصفة في العلاقة ان هو الحب بايز العلاقة بايزة وانه الدنيا وانه هو مجروح وانه هو خليه بالكل العقرب برضو حساس قوي وبيفترض حاجات يعني ممكن تكون مش صحيحة على فكرة واعتقد ان هي مش صحيحة المرات دي اعرف عايز يخرج من حالة الجرح اللي هو في ده شايف شريكه ازاي شايفه بيبعد بيبعد عنه سايب وماشي وبيبعد الشريك عايز ايه الشريك عايز يحتفل معاك الشريك عايز لو انتو لسه ما انكبطوش عايز زواج كارت اصفر منور حاجة حلوة جدا يعني هو و احتفال يعني هو عايز حاجة حلوة جدا معاك و نفسه في ايه عارفين نفسه يجيله تبلد ويبقى بيحارب الحرب كده وهو يعني يبين لك ان هو تمام بس شكله مش قادر شكلك ضغطه جامد يا عقرب بيقاوح عمال يقاوح بيعافر معك جامد وبيحاول يبين ان هو كويس بس هو انت مبهدله جامد شايفك ازاي شايفك انت كمان بتهرب بتهرب ويعني مش عايز مش عايز تواجه ما بتواجهش افتكر انت ما عندكش كلام تقوله يعني انت لو هو واجهك قالك هو انت بتعمل كده ليه حيبقى ما عندكش ايجاب اصلا انت مش عايز انت بتعمل كده ليه الطاقة ما بينكم عيلة جديدة او عيلة سعيدة بس هو عيلة جديدة لو انتوا لسه مرتبطتوش اه لو انتوا مرتبطين فانتوا عيلة مطربطة وعيلة سعيدة او حاجة حلو قوي ايه بقى اللي جايب كل الحاجات دي متاعب انتو الشهر ده في متاعب ودنيا كله بقى ايه حزنان وحزن وحاجة يعني صعب او بس في طاقة جديدة دخل الشهر اللي جايب ان شاء الله باذن الله طاقة اه امن وطاقة خير وطاقة رزق وحاجة حلوة جدا ان شاء الله فيه تغيره هيحصل الشهر اللي جاي حصل حاليا كويس حصل ايه البعد الانفصال الشهر اللي بعده هتبقى الدنيا ايه طالع نازلة يعني هو شوية كده شوية كويسين وشوية مش كويسين وده على فكرة ده حالي ناس كلها طيب انا شايفة والله اعلم يعني ما عرفش كنت غلطانا ولا لا يا عقرب انت مزودها انت حساسيتك وقدي انت انت مرهب بالاحساس اوي اه حساسيتك هي اللي مع عاملة المشكلة دي اوكي اه شريكك انا شايف ان هو بيحبك جدا وانت كمان بتحبه جدا وما فيش داعي خالص اللي انت عامله ده يعني ما تروقه كده مش مش تروقه